شو هيدا؟ رح صوتنا شو المسج اللي كتبته امك على الحصان يلي رسمتلك هي عندك بالبيت؟ لا هيدا انت بتفضل الحصان الابيض او البنة؟ مبارك نعم نعم مين الامير الحقيقي بالعيلي؟ امير شو بتحضر اخر شي قبل بطنين؟ ما في مثله بعد السرق مبارح ما بعرف اذا بعدها بعيروت نمبر ون عندي بس بيروت باسكتبول او بيروت العاصري دا هوني ما تتبقنا خلص ما بحكي كيف كامشني؟ انا هلا امني مخروع امني مخروع هيك ما بتزمي كيف بدك تتقبلة انه امير سعود دقتان يلعب او ما يلعب لا وقتها انه انه لا لكن اذا هيك القصة بلا ما يكون بالمنتخب اذا بدك تركي بفريق بتروح على ديو امير واقل او بتروح على ديو على مزهر سرجو امير لو ما كان بالرياضة وين بيلاقي حاله امير بتفكر تعمل ايجنت للاكاديمي اللي عندك بعدين سلوبو دان هدا 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 امير سعود امير سعود اهلا وسهلا امير سعود اهلا وسهلا اهلا فارس خاصة انه انت بتحب انا بعرفك بتحب المطويات وعندك مطوطة اينا ومزبطة يعني متل ما انت بدك ايها اللي سار للأسف بلبنين يلي عم بصير السرقات جيت من بعد الجيم ملقيتها ايه والله تلاحظت صفيت انا بالرياضة طلعنا على الجيم لما انزلت ملقيتها فتحنا الكاميرايات شفنا العصابة اللي هلا نحن عم اللحقه هوفري تبين ان شاء الله يا رب امير فيه اشيه كتير بدنا نحكيها وانا بفوت كتير اشيه اكتر برسون الخاصة مهضومة لانه يلي بيعرف امير سعود بيعرف هو ملك ال ثري بوينتس وبيعرف امير لاعب كتير كبير بس فيه امور كمان بالحياة كنت حلوي الواحد يعرفها مخبيه عادة هي بتكون مخبيه بس انا بكشفها ما تسألي من وين جبتها بس انه راح نسمعها بعد شوي امير اول شيخ خبرني شوي عن بدايتك هيك بالسبس وقت كنت تلميز بعرف انا انه انت كنت تحب السبور بس ما كنت شاطر كتير بالسبور كان مثلا خيك ما يخليك تلعب كتير معه باسكت ومع اصحابه كنت تلعب مع خيك على البالكون هاي دي الامور خبرني هيك مبالشينا هيك مبالشي هاي ماشية هي صراحة انا كتحب الرياضة بشكل عام كتحسها بتفضي طاقة ما كان في سبور سبسيفك انا مركز عليها وفي المدرسة عنا كان في اسس كامل هو كان يمرمنا على كل سبور مش ركزنا على شي معين بس كنت تابع اصحاب خيه وخيه لما يروحوا يلعبوا باسكتبول جرب انا فوت اللعب معهن بعدني صغير بعدني قصير مني قوي اناف يلعبوا وانا عقد اتفرج عليهم ومش حالك كان هي تريجر الاساسية بس انه كانت حرقة كنت قاعد هيك ولد صغير عادة عم بيحضرون عم بيلعبوا عم بيمبسطوا عم بيصرخوا عم عايتوا عم فش خلقون يخلصوا عرقانين مبسوطين روح يشربوا عصير من بعضة سو كان هين متل live style معين هي هيك ببرم الدولاب هيك ببرم الدولاب هلا بيتمنوا يلعبوا هلا بيتمنوا يلعبوا مع امير ويكون امير معن بعدين مذكرون الست اللي كانوا يروحوا يعني ما بنساهن ما بعرف بعد الصورة طبعيتهم براسة فالله يعينون هيك بلشنا طيب امير بالالفين وتسعة الفين وعشرة انت لعبت سيزن مع هوبس صحيح لانه ما بدي اقول ما كان لك محل بالرياضة بس انه خلص ما كانت رقب هالسنة مع الرياضة خلاني نقول هيك امم مزبوط بس كمان كتشفوا قدب وشقرة بوجهلوا تحييه كتير كبيرة هو اللي كمان فتح لهذا الباب وقتها بتذكر جاسم انسو وبيتر شاملز كمان بوجهلوا تحييه كتير كبيرة هن من الاسباب انا انطلاقة طبعيته هايجو حكيو معي وقالولي عندك هالاوبرتونيتي ما كانت هي معروضة إلا إذا كلنا نقبل يعني الهوبس بيقبل كوتش فؤاد وأكيد حاج مازن وأمير فسبحان الله يعني ضربة عمر شو شو قولوا ولعبتوا جيمين أنا بتذكر مع رياضي خسرتوا الجيمين بس أنت كنت الـ MVP بهالاو فيه جيمين اي تنكر بحناهم بالمنارة أنا هايجو مزوز كميل ما بنسيها بالمنارة و أنا هو الـ MVP في المنطقة على الرياضي؟ على الرياضي، كان معنى إصابة أو إصابتين بس كنا نحن فريق طالع جديد على الأولى كنت أنا معاشي بقبضوا من الرياضي لذا كل هدا كان يحمسنا ولعبت من قلب قلبك لعبت قلب قلبي من خلال الرياضي يعني أنا هلا بتذكر إنه هي ليه مسلا كريز ما ألعب ضدهم إنه هدا فريقي بالعكس هي تلعب ضدهم تلعب بكل قويتك من خلال الرياضي لتفرجيون إنه أنا بحترمكن وأنا لازم كون معكم هيدا الفريق وده سواي أنا عم بلعب هيك أمير قديش ولدتك بحياتك هي الفول سابورت لقلك بكل شيء بالقيام الحلوة والقيام مش حلوة صراحة الوالدي يعني وجه لتحيي هي بكندا هلا أنا كتير مشتق له صلى تقريبا سنتين مش على لبنان أنا مني شايفها هي كانت تحضر لي كل جيماتي توصلني وين ما يكون عندي جيم بآخر الدنيا توصلني شو هدا راح صوتنا ايه فيه أكيد فيه غصة هون فيه غصة ايه والله وتعرف إنه أنا كتحس إنه ما بدا الشهرة عكس كل العالم اللي بدا تكون حدي اللي مبروك هي لا هي السابورت اللي هي كتير نادل حدا يكون حوالك هلا أنت شوتك القوي خدا من وقت ما كانت تاخدك هي على البحر وتكب حجار ايه اكيد وعندي خالة بتقول شي وعندي خي بي تقول شي وعندي اخت بتقول شي وبي بقول شي فهه هلا عم تضرب أنتي على الاوتار أه كده نكب الحجرة أكيد كان عد كم مرة نعمل تشالنج انا وإمه روح تشالنج كان اكيد هي زرعته فيي بس انه مبسط اخسار وارباح تستسيم مهم تعطي كل شي عندك مبسط بكل شي بتاعنا هتحال انا بجالة تحية بس قللي اخر شي شو المسج اللي كتبته امك على الحصان يلي رسمت لك هي عندك بالبيت لا هدا طب سيكرت هي رسمت لي حصنين اللي اولى مدامة نور وحطت لنا رسالة بيقفة البينتين كرمالنا هدا السيكرت بس ايه قوي انت بتفضل الحصان الابيض او البنة مبارك نعم نعم لك انا بدي البنة انا هلا كتير كابس بدي اعمل حصباك رايدنج البنة شي كتير قوي صراحة انا مبارك عم بحضر فيديوهات كمان عن الاحصنة هيك بيعجبوني وكانت ماما ترسم الاحصنة فعندي حبل الاحصنة من ورا ماما والمسلس طبعولن والهيبي طبعيته على الحصان it's different حلو كتير امير قدي حلو المشهد اللي شفته انا بماتش رياضي انا ساي عزت وراك عالبنش كيف عم بنطنيت وليبس رياضي وعم بيلعب قديش بياخد من وقتك عزت وقديش تصدقني اول اول شي سنة ونص ما كنت اعطيه من وقته ما كنت اعرف كيف عبر له اصلا انا ما كنت محضر حالي لكون باي بس يعني هاي نصيحة للغيات هيدا اللي بدي اصلاك انه لحاله بيصير يجذبك بيصير يعوزك بيصير يعطيك هو ابتسامة حنان عاطفة تخيل يوعد على حضن يقولي حبيبي دادي خلص يعني خلصت انا ما عندي عواطف فبقل له بابا ما فينا نعمل ايك شو هيدا هل بيعبطني طب امير شو بتقل له لعزت تبكرة وقت كبر ويحضر هالبودكاست شو بتحب تقل له لعزت من هلأ اوه حب قلو انو كل شي عم بعمله هو كرمالو كرمالو كرمال العيلي بدي اي يعرف انو حاكون وراه سنة داعم لقلو لو شو منقا مهم ما يضيع وقتو مهم اليوم يكون احسن من بارح وبكرا يكون احسن من اليوم طالما هو ماشي بها العقلية انا وراه للأخير وان شاء الله بيطلع the most successful person ان هو بده اياه يعني ما دروا يكون successful قدام البقاية بس مهم احسن من حاله قسنا رح يشوف حاله بكرا وقت بيكبر وبيعرف انو امير بيوه ونور امه اهم ما الشيء اي والله فور ريسباكت لنور كمان نور طلعوا وعلقوا العجقة كرمال تعطيني هاللحظات كمان نور is being very supportive عندك عصحاب مطارين 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 يعني لا بدقلك ولكن بدقلي وهي شوز support وعساس نحنا نلتقى بس بعد ما ما صارت ولا مرة وانا هادا الشيء بيشرفني يعني عن جد باسكبول بتاوبن زب كتير relationship مع كتير عالم امير قدي بتحب بطنك ما كتير قدي بتحب الكانديز لا لا ما كتير اختفات حق مش مزبوط ايه كانديز بصراحة ما لازم واحد يأكل كانديز بس انه ما عارف درسه طيب درسه حلو مين في يقول لا لهالقصص يعني يعني اجهادن الولاد مين الامير الحقيقي بالعيلي يقال انه خيي لبرنس ليه وعار جدي بي امي اذا يرحمه كان يقل له برنس انا ما كنت خلقان فما جيت انا من بعدي ما في برنس يرد عليكم بتوشولنا اياها المعادلة كلها بلاها طيب امير قصت الموتورسايكل عندك بالليفينجرون شو قصتها؟ هاي شو قاعد عنا بالبات هاي هاي دي الموتو انا ونور تعرفنا عبعض فيها كان وقتا كنت عمشوف اذا هالنور بتحبني كلمال باسكتبول او شهراء او كذا والله هي مستعدة تكون معي بالسراء والضراء وهيدا الموتو هو جوغ ماشي صغير والله وطلعت ورايه مبسطة عشان هيك انا وقفت كل شي وخليته بالسالون كرميل نظلنا نذكر هالقيام الحلوة معرف كمان انك هايوي سيارات خبرني عن اول سيارة الBMW Z3 Z3 تكشف هيدي جبت غصبا يعني كمان مش مشخصا بس انك بنكي بابوي لانهو ما بدو يين جيبه الميكانيكيا ما منيحة وعلي صار وعلي جارة غيرت فيها الموتور والفيتاس والدوليب والتبع الماي يعني ما تعندوا اهلاتكن لانه بتاكلوا الضرب وانه اللي صار معي اكلت الضرب وكن دقلوا كل الوقت مقطوع هون تاخدني مقطوع هون تاخدني فعني بشهله كمان تحيرة بابا الله يطول بعمره ويضلوا فقراصنا امير شو تحضر اخر شي قبل ما تنام ما في مثله وليومل ومش اسأل شي اسأل شي كتير قليل بس انه ايه يعني عادل تحضرهم قبل ما تنام عادل وكل ما يصير معي شي بالحياة اي ريليتت لحلقة هني عاملينا اوكي وما بدي قللهم برافو يعني هني هني باري سكسسفل بس انه جابوا كل الانسدنس اللي بيصيروا معك بحياتك عامين سكتش من وراها صح صح فكمان هني عندن طب امير ازا ازا خياروك تعيش بين مايامي وفانكوفر وين بتنقي فانكوفر لانه اهلي هونيك بس مايامي انا قلبي صار هونيك هلا لانه ابني كمان خلق هونيك وراحت شفتها وراحت شفت الشمس والحياة شو؟ هلا بيروت يعني ازا بدك تحكي لقلي بيروت هلا ببعد السرق مبارح ما بعرف ازا بعدها بيروت نمبر ون عندي بس بيروت باسكتبول او بيروت العاصري دا هون ما اتفقنا قالولي صوتك بالكرا اوكي كتير حلو ما في حدا ما بيهرب ابدا ابدا بس خليني اشرب اشرب مش زابطة لك انا عندي مشكة براسي ما بعرف قول الكلمات ما بحفظون بس منطلق يعني انا عندي احساس هلا بشي بمحله بس عندي احساس فابضلني هيك منطلق كل الوقت واما هابي برسن فابدي انبسط هلا اللي عم ينزعج حوالي انا ما دخلني فيه سطفل هو سطفل انت مبسوط انا مبسوط تبو قد تغني مسلا مين بتغني اجمينا هلا اخر فترة عم غنيت اولمست ثلاثة اشخاص ملحم زين يلي كين بعرسك كارلوس كين بعرسك مزبوط خلص ما بحكي لا احكي كيف كي مشني طيب كيف كي مشني انا انا هلا امني مخروع امني مخروع هيك ما بتزمي ما يمجي الحال بس ايه بغني لون هلا ما بحفظ الاغاني عشان هيك ما بطلع على يعني مسلا ما بغني على الانستا مسلا ايه نو يسيبونا الكلمات ابدا هلا انا بداينتي وبراسي صايب اللحن والكلمات انت انا عندك عندي هون اسبوع برا لا ايه والله طب امير عم نحكي اشي خاصة مهضومة متل ما شايف شو هيك قرار اخدته بحياتك وندمت عليه اف هلا في ناس بقلولك ما لازم تندم عشي اوكي اوه بس مبلغ فيه قرارات كتير ايه انت بني خدها مثلا ماني جاهز لهالس عنجاد بدي فكر بدي اطول ما بدي اطول الحال تحبت سافر لحالك ايه اكيد ليه اوه مرات كتير بيكون عندك براشر والحيات كلها ضغطة عليك فا انا أنا صاحب كتير مع حالي وهذا شيء ناس ما بتعرفها وخاصة مرت اللي عند سأل هالأسئلة مش مرتك ما هو أنا صاحب كتير مع حالي يعني إذا بدك مجنون ما عندي مشكلة بتأسألك قديش أنت مجنون بوصل لهالجنون وياما مثلا لما كون زعلين ما في غير أنا بواصي حالي هل فتعلي بتحب تقعد مع حالي بحب مبسيط ويمكن يمكن أنا بمرات بحس أنه أنا عم دايق لحوالي فهيت لكون لحالي بدايق حالي وببسط حالي لحالي وبصطفل ما بعرف هاتي أسماعية حالي بدنا شي حكيم عبر هونة توكس يساعدنا بهالنص يلا بتعرف أنا رقم المفضل شو هو جد مش خمسة بلا هو نومبر فايف يعني حتى الإيميل تبعي في خمسات يعني كل شي بروح الخمسات شو قصتك أنت مع نومبر فايف أنه كيف بلشت أنا لقلي لفتع الرياضة عطوني نومبر فايف وقتا كان ما كان في غيره رقم يعني ما كان في غيره أوكي كان وقتا أنا نومبر فور يمكن لما قبل ما فيل على الهوب سرجع جا جان أخدوا للفور كان في حسين توبي حسين توبي فل فأنا عبيت نومبر فايف نومبر فايف كان لقليل انطلاقة مع أن المدرسة كنت نومبر ايت مثل عمر ترك مرات كنت نومبر تان بس ما كانت أنا وبالنهاية بدك شي يربطك هوية ونومبر فايف ربطتنا حتى تليفونك يعني تليفونك كمان بتروحها على الخمسين كل سنة بدي زيت خمسة على تليفوني ليسيروا كله يعني معا بدك سنتين بتسكروا سنتين تسكروا سبعين تسعة لا ما فينا أقوله بدك منقوله لا 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 خيلك وهلأ أصلا أنه ناطرين الأجهزة إن شاء الله يا رب يا رب إن شاء الله كل الأمور بتمشي أمير أمير هلأ بدي فوت شوي نبلش نحكي باسكتبول أنت بالألفين وحدة وعشرين صار كلاش مع جوم جاعس نوع خليني سميه نوع من الكلاش وكان معك سريح وقالك أنه أنت ما رح تاخد وقت معي وما رح تلعب كيف تقبلته أو ما تقبلته لك أولا مرة حاكب بهل الموضوع أنا بدبي كانت جو حتى مدامته كان يقولولي قدي إنه هني بيحبونك جو بيحبني بيحب لعبة وكذا كتير انصدامت لما صار هاي اللي قلاش معه لما كدنا المنتخب هو حتى بخانت إنه أنا أوفر ويت أو بني إنشيب صراحة ما كتير فهمت شو صار بوقت أكيد ما أخذتها برسنل بالنهاية كوتش وفي قرر كيف ما بده I think ننتنا تخطيناها وعزمني كذا مرة لعنده على الأيو وأنا بشكره وأنا بشكره وأنا بخليها جواتي I think I proved him and everybody I proved mine Amir So it's okay It's fine كوتشو بيغلط العايب يغلط It's fine إي بس أنت مجنون أكيد مجنون كيف بدك تتقبل إنه أمير صعود دقتاني يلعب أو ما يلعب لا وقتا إنه لأ لكن إذا هيك القصة بلا ما أكون بالمنتخب لأنه تبه لو ما قايل لي هيدا الشي وإنه وإنه دورينج دا بلاي أنا ملعبتي منيح عم شيلني أنا بروفشينا بدأت أقبلها بس إذا مسبقا نحن حاكمين على هالموضوع أنا ما كتير بقتنع بهالقصة مش مسبق إنه على الأرض إذا أنا عم كسر الكل أنا عم بالجايمات عم بغطيك لي بدك إياه طب إنه أنت لي ما بدك تفوتني It's okay طب أمير بدأت أحكي شو عن الأكاديمي كمان طبعيتك قبل ما نكمل بسكتبول لأنه هيدا أهم خليني أعتبر أنا بيبي لإلك أكيد ألي خلي لك عزات بس عم نحكي يا البيبي يلي أنت بلش يكبر معك وصار العدد كتير كبير خبرني شوي كيف بتنقل كيف بتنقل الكوتشز يعني هولي كتير مهمين الأهل أوكي أنا عند أمير بالنيادي الرياضي بس كمان بدي يكون عندك الكواليتي لا يقدروا يطلعوا لك منهم مظبوط اللي بعدني عم تتعلمه أنه أنت ما فيك تعمل كل شي لحالك صحيح بنا نقصم الشغل بس أهم شي اللي أنت اليوم يهير ليكون part of your family بدي يكون كواليفايد بدي يكون عنده الفيجين والرؤية اللي أنت عندك براسك صحيح وانس تنقل هيدا هيدا الشي للنكس لير هني لازم ينقلوا للي بعضهم وانا هيدا بقول هيدا السر النجاح كيف من نقيهم بيسيك نحنا عم نطالب كنا الاتحاد أنه يعمل الفيبا ليسينس وان الفيبا لفل 2 هولي مثل الشهادة نوعا ما لأنه يخطئ أول خطوة وعندين هو بشطارته هو قدي بيعمل ريسيرج قدي بيحضر قدي بيحضر فيديو مع لاعيبة هذا الشي نحنا عم نجرب الكل يكون عنده وهوفلي عم نكبر هوفلي الأهل عم بيوسقوا فينا والنتيج بلشت تبين معنا وفريق بيروت كم ولد فيه بالأكاديمي يوم كم ولد فيه يعني نحنا نحنا للألف وخمسمائة ولد قبرت الفقر يعني نو صراحة أنا مقدم فسيليتي كتير كبيرة لبينما مثل ما أنت عم تقول نرد وكذا 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 بيكون مدرقة كم سنة قطعت هي الفكرة من وراها مش لأدن أمر الفقر اللي بيشوفنا قدي عم نحط من وقت ومصاري ومتعب صدقني ما بتشوف هذا الفاليو موجود بدنا نقبر لا بدنا نعطي لعيب أمير شو رح يكون دورك خليني قول دور أمير بالرياضة هالموصم شو بده أمير من الرياضة ورياضة شو بده من أمير يعني إنت من اللعبين بس أقلك شو بقصود إنت من اللعبين يلي افزو بانش إذا نزلوا يمكن يلعبوا عش ضايق بغض النظر شو بتعمل بها العش ضايق بتنزل ما عندك مشكلة ما بيبين عليك معصب بس أنا بعرف إنه في اتنين أمير أمير لمعصب يلي ما عم بيستوعب هالفكرة وما فيك تقول لا وأمير يلي بده يستوعب الكوتش شو عم بيطلب منه حسنا حسنا سؤال حلو لحلك يا بصراحة هي مش أمير اللي بعصب أمير إذا شيف فريق يلعب باسكتبول مظبوط اللي هي عبارة عن باسكتبول تنقل طابن ميلي لميلي تنزل لجوة ترجع تطلع لبرا أمير مبسوط إذا لعب ديئة ولا لعب عشرين ديئة إذا شاط خمسين شوطة ولا سفر بس أمير المعصب هيدا كان من سنتين أمير المتشور الإيموشي الإنتليجن هلأ بلش يبين في صراع داخلي على طول مع حالي لأنه تأسهل شي رأسي يقلي شوت ما تفتح باس طلع كل مدر بعصي بقلوب بوز شوت شوطين ثلاثة عيد مع الحكم كل الوقت براسي في هيك أصاص بس هون الأمير اللي لا ما هيك بتصير أصاص ما بأسير لا تأخذ أصدهم أحكي معهم عبر اسمع لهم أمير لأنه آيدل هو أمير لكثار من الأولاد لكثار من الجيل الطالع يعني إذا بدي يشوفه أمير عم بعصب وهيك هذا اللي صار معي كمان لما أتطلع بجمهور لقي أولاد صغار إذا أنا عم بعلمهم هاو ترياك مع هن مع هن مع هن تيمات إجي أنا ما أعمل نفس الشي أنا 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 منافق ما بدي كون هيك فهون السراع بلش يربحوا أمير يعني هيدا هيدا الكن عم نحكيه مثلا الخسارة مع الأنتونية بتصير صح هيدا سبار وينما كان يعني بتصير بس أنت قاعد عم بتشوف الفريق منو الفريق هيدا يلي كنت أنت عم تحكي عنه صح يلي كنتوا برات الجيم كليا بجيم الأنتونية يعني صراحة هن كتير لعبوا منيح لقتوا بكير نحنا بالمنارة عالتا ما منخلي حدا يلقط منفوت هي بالباسكبول السيكولوجي انت تنقض على العدو تبعك يعني الانيمي تيم ما بتعطيه تشانس يرتاح خلص بالآخر الجيم صارو هن نحنا عم نجرر نرجع ومش عم نقدر فأكيد تعلمنا كتير من هيدا عدنا معهم كلهم أنا عدت مع كل الشباب حالعمل ميتين كفريق اللي ناجح بدو يعمل طب انت انت شخص منك امير صعود شخص محيد بتابع باسكتبول اذا بدك تركيب فريق بتروح على ديو امير واقل او بتروح على ديو على مزهر سارجو لا اكيد امير واقل ليه هو افضل ديو اليوم بلبنان صراحة it's not about ديو انا بقلك في فريق طب ليه واقل امير بطروح صراحة لانه محيد يعني until proven otherwise ساعتها منشوف يعني عم نشوف عم بيلعبوا كتير نيح الشباب علي وسيرجو ومن الناس اللي أنا بالمنطقة كتير اقراب منهم بدوين برهن هيدا سيرجو في سنة برهن فيها لما رفح البطولة مع بيروت سار وقام هو حد 28 نقطة عرفت so you cannot take this away منه بسيزن المطلوب منهم لآخر وقت يعني هني وصف عن الفورد great job بس جانا نحن ربحنا 30 0 for whatever reason it is Diop reeth اللي بدك هلأ فيه كمان هادي السنة it's another chance وبالعكس الكمبيتشن حبية وإذا هني أحسن صحتين عالبون مهم يكون باسكبول حلو الحياة حلو قدي قدي Diop reeth كان رائع قدي هاللعيب منبسط نشوف انه بالملاعب الليبنانية Diop غير كتير بفريقنا Diop لعيب كتير كبير ان شاء الله هالسنة يعني نحن يكون كمان راضي عن الأجانيب هالسنة it's still early يعني هني بدون يلاقوا حالهم بدنا نحن نساعدهم كمان هني ما تنسى نين عالملعب واحد برا كمان سايكولوجي هيدا اللي بدي اسألك انا هيدا اللي بدي اسألك النزام هالسنة الفاينل ايت التو بلاس وان التلات أجانيب امير الادارة وامير اللعيب امير ادارة بيقلك للبطولة احلى شي هلأ اللي صار كل جيم بتروح عليه ما بتعرف من حيرباح ايكول شانس للكل بس كلعيب انه لا لأنه الفرق البقاية مع يعني عم نشوف نحن تلات اجانيب عم بيحطوا 70% من السكور هيدا الشي حيرجع باللعيب اللبناني بس انه تزوري ريز عم جربوا الاتحاد وانا بقول they're doing a great job وباخر السن بيبين تب امير قدي بعد باقي من عقدك مع رياضي سنتين ونص بعد سنتين ونص تب امير لو ما كان بالرياضي وين بيلاقي حاله انت شوي غزلت جمهور الحكمة بفترة بعد لقل بغزل لجمهور الحكمة انا بحب هم كتير وعم نشوف جاد الحاج عندهم يعمل قصص حلوة تفاعل مع الجمهور بس انه بيروت واضح انه عنده عنده ادارة بتعقد تبه عم تقول اذا فلات من الرياضي ايه عم نفترض اذا عندهم وشفنا حلق رجعوا متل ع السكة الصح كمان اتو بيه نايس بلاي والدم مع فيصل كان عبالي هيك انه مجنون مثلي وهاك بس لسوق الحظ اكيد صار مع وكذا شغلي بجهله كمان تحية بس انه بلف وبدور اخرتي انا بالرياضي ما بالرياضي طب كل هالولاء الرياضي وكلها سنين اخي تحقك من الرياضي وبالزيادة والحمد الله هلا مؤخرا اي 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 لانو انت كنت من اقل اللعيب اللي بتقبض ما في مشكلة لحلك شي انا احب وجع راسي انا احب وجع راسي سو انا اليوم بدي ضلني انا عم بعط الرياضي اكتر ما هني عم يعطوني انا هيك مرتاح راسي مرتاح بس احنس لي مع الاكاديمي مع اخر عقد مع كل شي عم بصير مع كنت سيغر حم دل عكل شي ومرسيد الرياضي مرسيد الحاج والمجلس الادارة كلهم تحسوا قريب من الكل يعني تجربتك على السريع الاحترافية بسوريا شو علمتك حلم حققته كان بدي العبرات لبنان كان عملتلي هون 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 بجمهور برهنتلي انو انا اي كندوت لانو كان براسي كمان في الامير اللي عم بقول شو بدك فيها ما بتزبط ما تروح ما تخسر تبهدل حالك وات افر ماناك جاهز او فقد ما بدك بس اكيد جاد سعادم بوجهل وتحية قال لي اذا امير ما بيقدر يعملها مين بيقدر ما حدا بوب اركبنا هون هيك استقبلونا الكوش مروان كمان وسق في بوجهل وتحية هون كان في عائلة احتضانونة ستتمرن صبحوا بالليل وعشية وكذا وهايك واجنبي وعشتها فتوز نايس لا حلو حلو كتير وبنهاية اللقب كان لقبان يعني لبنان سوريا بنفس السنة هلا باع فيه موضوع الصين كان عبالي اخوضه ولكن غيرت رأيي بعد معرفت انه عن جد الاكل صعب العيشة صعبة المصاري سؤال مجرب انا انت رحت اي انا عيش هيك ما عبالي امير بتفكر تعمل ايجنت للاكاديمي اللي عندك بعدين لانه كل هاللعيب اللي بدو يطلع والتالنتد وهال اندي ويروحوا فكرت فيها اي حقلك سر هلا هيك بس اي دون كير اذا بقدر حدا يعملو انا بكون مبسوط اليوم اللعيب اوكي بدو انفسمنت بحالو جريت لاقدر يوسع بدو يعمل فتنس وضايت وتمرين فريق وسكيلز وشوتين وا 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 طب هولي كلهم بكلفوا مساري طب اذا انا بقدر امنلو اياها بمقابل انه انا لانه انا عبحسنوا يعني سو انا بكون استثمرت فيه ورجعت رديتهم مش منو من الاندي اللي هو عم يلعب كرمالا هيدا هيدا الفيجن القريب بعيد اذا بدك صبتة انا يعني ايه صبتة كيف ما بعرف حلوى استمرارية لا لا هي حلوى وكل شي ديجل ولكل مبسوط ومرتا وانا الاهل ما بدفعهم ولا شي الولد طلعوا طب نوتش حتى فيني سفروا لبرة صح يروح يعمل ترينين كامب باهم ترينين كامب اذا باللبنان مش موجودين مع انه احنا ترينيرز بعقده طب امير بدي احكي شوية عن مؤخرا انت بدك تعتزل المنتخب صحيح نرفض طلبك مش عزوءك ومش انت اللي بتقرر وبدنا ياك بالمنتخب اكيد انا بتشكره لالبرزيدون اكرم الفكرة مش انا ما قادر اعطي اي امير قال بدي اعتزل اللي عم بيتعور اللي عم بيرجع ينصح كلمة يتعور نجزة امير اللي بيقامن انه جسمه بده شوية تبريك مسلا بالويندو يمكن بالصايفية بلك اوكي بس انه بين بالويندو هلأ اللي جاي مسلا انه انا ما بريح فيني انا اخد هالالاسبوع ريح فيه اعمل ركوفري منيحة بالنهية انا البرزيدون بحبه كتير وكلمته ما بتصير اثنان يعني اللي بده بنعمله اذا بحاجة لقلي جريت اذا بيقدر يعطيني الوف شانس انا كمان بكون ماندونه انا بدي واجه لهون هيك رسالة البرزيدون اللو مش عزوقه لأمير خلصت ماشي امير قدام هم اللاعب يكون عنده بزنس من بعد ما يوقف ها ها هي هون انا ندرس كمان مع فيبة منترشيب بروجرام دول كارير هيدا كونسف كتير اوي مش لما توقف لازم تعمل بزنس انت وعم تلعب لازم تكون مبلش ايضا درس او بزنس كرميل انت لما توقف او توقف فجأة يكون عندك انت الاستمرارية لانه اللي بيصير هو بتبرس بتبطل تحكي حدا تحس الدنيا اللي ضدك لبين ما تقلع بطل عندك نفس النفوس والايد الطيلي هلا انت اليوم الكل بحبك انت بطلع هون بتروح هون عندك معارف استعملوا انت وعم تلعب لتقدر تستفيد امير هيك افضل مدرب مرأة معه مين بالكارير طبعا انا بحب حكي هيك انا بيتر شومرز هو طلعني عندي قبل كوساي عندي قبل عماد الافندي جاد فتوح فؤاد ابو شقرة كوتش احمد طرمود اغانية معك كلو ريلا الا واحد مينوة مش لبناني مينوة معانو علمني كتير وانا هلأ امير اللي هيك انو عم بقدر شو نعمل معو من 2012 2015 منوة مينوة كنت اتفق انا ما كنت افهمه يعني فيه كوتشز انا كتبفهم بفهم لعقلية خلص بعرف شو بدهم ما كنت افهمه مينوة عشان هيك طبع امير جيم هيك انت ما بتنسيه اذا اليوم بدك تحضروا بتوعيف ما في متله ليومال وتحضر جيم اي جيم تحضر لا لي صراحة انا فيه جيمات الجامعة كتير بحبهم بعض الوقت أكتر من جيمات الاولى بس انو ما كنت هوبس ذو الرياضي كتير عبالي احضرنا اذا بقدر عندي جيمز الباقي كله عم بحضر و بفوت هيك هكي الجيمات اللي كنت كبس فيها كتير كتير عبالي شوف كيف كنت اعمل ستيل وروح لباسبه لانه في هادا الجيل ما بيصدق انه امير كان ياخدها وياكل السلي اكيد لا مزبوط مزبوط انا بعرفهم هو كمان حلوة ارجع احضروني ممكن بركب ترجع بتحمسني اكتر انه اجع عمل طب امير خبرني عن السر يلي عندك ايه هلا انا بعرف ايا ايا جيم بدك تلعب ضد ايا فريق الكوتش طبعا الفريق التاني بيحضر يعني فيديو سيشن وانتبهوا من امير امير بيلعب بايدو الشمال امير بجريد شوتر امير 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 هاي دي الامور كلها بينزل عليك الديفنس الليزم يكون خبرني هالأتامتسي اللي بتخدهم كيف تخلق هالسبيس تا تقدير مع انه انا عارف كله عامير كمان هاي دي انا معود عليها بالجامعة ما كنت اعرف شو عم بصير الكوتش التاني يقول لهم نلزقه فيه حتى زفاتة الحمام فوتو مزبوط وسبشيلي دبل تيم وتريبل تيم شو السر انه سايكولوجيكلي اكتر انه انا اليوم دي سبشن انا اليوم بعمل حالي انه انا ريخي برجع فجأة بطلع شطفيك تبعيتي لانه بخاف هو من الشوطة شطفيك تبعيتي ددلي كتير يعني انا وانس عامد هيك هو كل جسمه بديو يعلي هون انا ايوز دي ستو ماي ادفانش لا ازمط والسر هو انه افتح الباس السر انه انا كتير ددلي بس انا كتير قوي بالباس سو انا اليوم تعوه ما دم ما بدكن خدوني انا هافتح باس بالجامعة ما كان عندي كتير فاسيليتيز اصحابي يقدروا يشوتوا يحطوا بالرياضة كلهم لعيبة كلهم يشوتوا كلهم ثرت بما بيانيت انه هناك oportunidad في طريق س Belgium وليس كنت ت Arbeits for my friend لانا من وانا انا كن ش eager to make a play for the others تشوف حالة كوتش بعدين بعدين لا ابدا ولا بحبة ولاابطيقة و أجادهم و الله يعينهم بيتعاملوا مع clicks 12 مرضاء نفسية و عن جد كيف المیجوز نفس الشي ها دي مهم كتير عيبدي حطة أمير وصل أمير تكونكر هلأ الوصل صلاحة نحن ديقنا هلك السنة ما أخذناها عنا أسبابنا وظروفنا هالسنة شو برأينا ولكن هالسنة طامحين لا يعني نحن ما طامحين لبطولة لبنان لأنه برأسنا أنه هيدا قول لازم نعمله لو شو ما صار نحن وصل ما عملينه لازم هيدا أكتر شي نحضر له ونصحضر لوصل يعني أنت عمتحضر لبطولة لبنان فاتناناتهم كتير أساسية لألنا أمير شو السر أنه أنا معم سيرك بس ليه كل الأندية جماهير الأندية بتحب أمير يعني على السوش والميديا أمير ما بيتهجم بينما في لعبين بالرياضة بيتهجموا في لعبين بغير أندية بيتهجموا بس شو هالسر لحقول لك السر اكتشفته عنه جديد اللويلتي للرياضة يمكن يمكن الأشخاص ما دقوا اللويلتي من لعيبتهم لألهم فبيحسوا أنه بدنا يعني أنا إذا حكما أبي مثلا أنا بدي مثلا صباح كان لألهم صباح كان جدا للحكمة مثل ما أمير جدا للرياضة فالعالم يمكن بده هيدا الشيء أنه بدنا حدا ينتمي إلنا بدنا واحد ما بيهمه مصاري ما بيهمه الوقت اللي بيلعبه ما بيهمه شيء وحيفوت ويكسر الدنيا ويربحنا وماكسيوم اللي حيعمل هو حيبتسم ابتسام صغيرة يعني اليوم انت ما تخصر الحكمة من نص غزير وعنجد تزقف له لجمهور حكمة أنه هارد لك برافو على الأداء الحلو برافو على الروكي اللي عم تقدمه كيف بدك تسبو هيدا صح كيف بدك تسبو بس أنه إذا بالعكس إذا عملت قصص تاني ما بدي أنا أحب هالقصص من يزعجك اليوم لاعب لبناني كديفانسيك وقت ياختك أنا مثلا علي منصور بيزعج يعني كيف العلكة التلزيئة مزعج لك كلا بيزعجو يعني أنا مجرّب كذا حدا ياخدني حالك أنا معي إذا مقلع بالجيم صراحة سوري ما حدا بيقدر يزعجني بس إيه وين أنا لما مكون مقلع بالجيم وأنا والفريق طبعي منا منتقلمين أنا هونيك بنزعج من الكل بيصير هيك الملعب ديق براسي صار ديق بصير أنا فيني أعمل لك عمل لك بتصير ديق كتير بصير راسي ما عم بيشتغل صح الكمبيوتر في شي معركة له أمير في عندي بارت هيك مهضوم بس بدي رأيك و أنا بعرفك صريح يعني هو أبيض رميدي أسود الأبيض شي كتير منيح رميدي بالنص الأسود بدي أعطيك أسامي أشخاص بديك تعطيني رأيك بصراحة فيهم يلا كوتش أحمد فران أكيد أبيض جورج جعجع كمان أبيض سلوبودان مع أنه أمير بيقلك رمادي لأنه أنا تعلمت منه لو شو ما صار بس تعرف شو هو أنا وصغير علم في شي جو واتم علم في أسار ها ما عم جرب أتخطي عم جرب أتأقلم أنا والله هذا بس رميدي ما في أسود جوم جاعس بالالفين وواحدة وعشرين أنا مع كوتش جو في مرة بغرب آسيا لما عن جد ما لعبت هونيك هيك كان عندي أكتر من هذه الإنسيدنت لأنه هذه الإنسيدنت لقد قلق لك دقيقتين بالعكس كان صريح معي لذا كمان رمادي جاد الحاج أكيد أبيض فادي الحطيب الطايجر فادي 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 حاول 15 سنة من حياتي أبيض بعدين بعدين صرت رمادي شوي إرجاء بيض ديت صراحة رجع حكاني وهيكي لذا كانت جميل إنت حاد لبناني للباسكتبول أكيد أبيض ورافو علي هون وعم بفعلوا الفئات العمرية و أنا عم بفعلوا الفئات العمرية و أنا عم بفعلوا هذا الشيء وفادي ما يحتاجه أنا عم بأسود أمير كيف شفتك هالبودكاست كيف شفت هال جيد 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 هيدا كتير شي حلو أمور ديب وهيكي شخصية كتير حبيتها أنت بتعقد كمان أنا مصح حلي فرصة إلك أنه أنا أم بيك فان لك لما كنت أنا تابع لفيوتر وقتا كان لفيوتر كتير قوية أنت كان صوتك أنا ما كنا نعرف يمكن مين فارس أو شكل فارس نعرف صوت فارس نعرف الحب لفارس للعبة شكرا هيدش هيدة عن جات حلية هلا أنا بعمع لك انترفي هكي هكي أموري شكرا 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 ولا منتخب 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 وبعرفك بتحب لبنان بتحب المنتخب بتحب نمبر فايف نمبر فايف فاكر ماد هيك يعني جسط صغير تعرف هيدة إدي غالية جسط صغير تعرف إدي غالية لأن منتخب ولأن أمير ونمبر فايف ونمبر فايف أكيد هايدي بتجي بعدين عن جد منتخب لبنين أمير صعود إن شاء الله بتعلق عندك لا هون علاقة هون بالستوديو أمير صعود نمبر فايف كتير غالية وكتير عزيزة وثانكيو أمير وغود لك بكل شيء وغود لك لهنا توكس شكرا